طبعا في برضو حاجة ان انا هنا في التردد اللي هشتغل عليه في ما ينفعش يبقى اكبر من تردد المايكرو كنترولر مقسومة على الاربعة لازم يبقى اصغر من القيمة دي يعني ستاشر على اربعة اربعة ميجي هيرتز يبقى انا ما ينفعش اتخطى حاجز الاربعة ميجي هيرتز لما اجا اتعامل مع السينكرونس مود زي ما انت شايف هنا بالنسبة للسينكرونس مود ان انت ازاي يعني تزبط الخاص ده ان هو انت تشتغل ولا طبعا ده كلام خلاص يعني احنا طيب بالنسبة بقى الفريم بيقول لك ان انا هنا الفريم او القطار بتاع البيانات بيبقى واحد فيه بيمثل وبعد كده انت اللي بتختار عن طريق ان انت بتزبط ما بين خمسة ستة سبعة تمانية تسعة الاماكن اللي هتحجزها للبيانات وبعد كده لو انت مش عايز عملية او اكتشاف الاخطاء يبقى انت كده ايه خلاص وفرت بتاع ده وبعد كده واحد او اتنين يعني انت انت بتخير ما بين ده او ده على حسب لازم بقى ما هتزبطه في المرسل يبقى تزبطه في المستقبل طبعا كده طبعا لما باجي انا اوصل بالكمبيوتر نفس الكلام انا كده هستخدم لو انا البيانات اللي مبعوثة من اليو ارت اليو اس بي بروتوكول في النهاية الكمبيوتر يقدر يفهمه فكل اللي بعمله بوصل الار اكس بالتي اكس والتي اكس بالار اكس والجراوند والباور بتاع الموديول ده اللي هو التيتي ال تو يو اس بي كل اللي بعمله باستخدم التي اكس والار اكس وبوصل الجراوند بتاعه وخلاص على كده كده تمام جدا وبيبدأ يتصلي افتح مسلا الاردوين واي دي اي وافتح السيريال يبدأ يحصل اتصال ما بين الكمبيوتر وما بين المايكرو كنترولر ويبدأ يعرض للبيانات على السيريال يبقى ده منظر لو انا استخدمت او ده ده حاجة اجبارية لازم يتم استخدامها ما فيش اختيار ليه فيه بيتبعت في الفريم بيبقى بلوه الكيمة بتاعته بابعت البيانات بتاعتي على حسب هم قد ايه بعد كده سواء انا هستخدم او لا طبعا قبلوهم لو انا هستخدم مش هستخدم يبقى هابعت سواء اختار بتاع واحدة للاستوب او اتنين بيت تمام كده وهو ده اللي بيتم ارساله في كل مرة لو شفنا كده الكود بتاع السي ده هتلاقيه في بداية الكود عرف الفريكنسي بتاع المايكرو كنترولر بتاعه الده له قيمة التردد هو شغال عليه بعد كده عرف قيمة اللي هي الحاجة الستاندرد هو تسعة تارف وستمية كل القيم تقريبا يعني او كاغلب الوحدات بتستخدم البودريت ده وبعد كده بيعرف حاجة اسمها الماي يو بي ار ار القيمة اللي هيحطها في الريجستر فبيقول له القيمة اللي انا هحطها في الريجستر يعباني على التردد مقسوم على ستاشر مقسوم على البودريت ماينس وان يبقى القيمة دي اللي في الاخر هتطلع هي اللي هروح هحطها في الريجستر الخاص بالبودريت في البداية هنا في راح ندى اسمها واداها القيمة بتاعة اللي هو البودريت الخاص هنا اللي تم الحصول عليه باستخدام الماكرو دي بعد كده لما راح هنا دي واخد القيمة دي عمل ايه زي ما انت شايف ايه هنا بقى في فكرة الفكرة هي كالتالي انت عندك القيمة اللي حصلت عليها من هنا في النهاية هتبقى بتمثل باتنين وتلاتين بت ليه هتمثل باتنين وتلاتين بت لان المفروض اللي انت زابطه تردد اللي انت تبقى زابطه هنا ستاشر مليون هيرتز مثلا الوقت تردد فاتنين وتلاتين بت خلاص كده فانت عايز بقى ايه اتنين وتلاتين بت اللي انت حصلت عليهم من المعادلة دي طبعا انا الرقم هيطلع اقلم اقلم كتير من اتنين وتلاتين بت عايز تفتل الكلام ده او تحطه داخل المست سيجنيفكنت بايت فببساطة زي ما كنا بنعمل فكرة في يعني قبل كده بس هنا هشفت وهقول له هستخدم 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 هخلي بالك انا هحدد البيانات اللي انا عايز عمل لها شفت اللي هما التمانية بت وهقول له هنا يعني ده عبارة عن تمانية بت القيمة بتاعت ده تمانية بت او اللي هو الهاي سيجنيفكنت فبعمل ايه بشفت البيانات بتمانية يعني ايه هشفت بقى البيانات بتمانية انا هاجي هنا تمام خلينا نبص هنا مثلا على المثال الحي ده ستاشر ميجا هيرتز زبط على قيمة معينة وعمل المعادلة المعادلة في النهاية طلعت له ان الرقم اللي طلع من المعادلة دي هو واحد وتلاتين او ده واحد وتلاتين مطلوب باني نحط الواحد وتلاتين ده في المص سيجنيفكنت بايت والليس سيجنيفكنت بايت الخاص بالبودريت هعمل ايه دول اتناشر اللي انا عايز احطهم لو جيت امثل واحد وتلاتين على اتناشر بت هطلع الكيما دي بالباين هطلع واحد اتنين تتاربعة خمسة او الخمسة بيت هما اللي بوحايد والباقي كله بصفار في الاتناشر اللي هما خاصين بالبودريت ريجستر بعد كده انا عملت في تمام? عايز احط فيه تمانية عايز احط فيه تمانية بيت من القيمة دي. اكيد التمانية بتوقع هيبقوا بصفار. هو اللي هياخد القيمة دي. لان هنا شوف دول بصفار اهو. وهكمل الباقي صفار. فهعملها ازاي? لما اجي اعمل بتمانية لما اجي اعمل بتمانية للقيمة دي. القيمة اللي انا حصلت عليها من قبل كده. هتم ازاي? هتبص في النهاية. تلاقي ان انا كان عندي المنظر ده. دول الاتناشر بت اللي انا عايز احطهم. اول ما عملت البي حداشر ده وصل بقى هنا. على القيمة بتمانية. يبقى اروح ااخد التمانية بت. اخد التمانية بت اللي هم في هنا في تمام? في اللي بعد الاولاني هعمل فيهم ايه? هعمل لهم بتمانية. يبقى هيروحوا فين? يبقى البي حداشر ده لما يتعملوا بتمانية هيروح فين? عد معي كده? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى واقف هنا. يبقى البي حداشر بقى هنا بعد ما عملت بتمانية. وهكزا العشرة والتسعة والتمانية. بقوا موجودين في الاربعة بت اللي انا محتاجهم او محتاج ازبطهم في وبعد كده لما اجي بقى احط لما اجي احط هحطه زي ما هو. فهو هيعمل ايه? هيحط التمانية بت دول في فبالتالي كده تمام. فدي طريقة ضبط طيب بعد كده او الخطوة اللي بعد ما انا زبط البودريت ريجستر. الهاي واللو سيجنيفكنت. ببدأ ان انا اعمل الريسيفر والترانسميتر الخاص باليو ارت. بعمل الكلام ده ازاي? عن طريق الكنترول اند ستيتس ريجستر بي الخاص باليو ارت. بحط داخل البتاية الار اكس انيبل ان انا هفعل عملية او عملية الاستقبال بحط واحد. وبحط داخل البتاية الخاصة بالتي اكس انيبل زيرو. واحد فبالتالي هيفعل لي عملية الارسال. يبقى انا كده فعلت استقبال وارسال. بعد كده هست الفريم. الفريم بتاعي انا محتاج يبقى تمانية بت ديتا واتنين ده الستاندرد يعني او اغلبهم كده. يعني اغلب اللي بيستخدم يو ارت بيعمل كده. فمن البتاية الخاصة باليو اس بي اس زيرو واليو سي اس زيرو او 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 صفر صفر دول ده هحط فيه واحد وده هحط فيه تلاتة. فاحنا محتاجين نشوف لو جينا نبص هنا هو راح حط في الزد هنا اللي هو ده وده. حط تلاتة يعني خلى الاتنين دول بواحد. لو جينا نبص لما الاتنين دول يبقوا بواحد. دول الكيمة بتاعتهم تبقى بتلاتة. يعني واحد واحد لده. يبقى ده وضع التمانية بت او الكاركتر سايز او البيانات اللي انا هبعتها تمانية بت. نرجع تاني للجزئة اللي احنا وقفنا عليها. بقى ده خاص ان انا بست الكاركتر بت بتمانية بت. يبقى البيانات اللي انا هبعتها عبارة عن تمانية بت. وكمان بست الستوب بت بتنين بت. الستوب بتنين بت خلاص كده. يبقى ده عملية الخاصة تمام يبقى ده الجزء اللي احنا وقفنا عنده. يبقى احنا لما نيجي نتعامل مع اول حاجة محتاجين نعمل نفس الخطوات دي واحنا الخطوات كانت ان احنا في البداية بعد كده بنعمل تمام بعد كده بنسيت الفريم اللي هو عدد البتات اللي انا هبعتها كديتا انا عايزهم اتنين بيت ولا واحد بيت. تمام يبقى دول التلات خطوات اللي بعملهم في بداية تعريفي في الكود. بعد كده ايه الخطوات اللي بتتم بعد كده? المفروض الخطوات اللي بتتم بعد كده هي تحضير عملية الارسال او الاستقبال. في البداية هنبدأ ناخد مثال على على عملية الارسال بعد كده ان شاء الله نشرح عملية الاستقبال بتتم ازاي? فهنا زي ما هو مكتوب الديتا ترانسمايشن. لما هيشتغل كترانسمايتر او كمرسل. في البداية لازم في البداية علشان نشتغل كترانسمايتر. نشغل او ناكتف البداية اللي موجودة داخل اليو داخل الكنترول اند ستيتس ريجستر بي. تمام? البداية دي اللي موجودة داخل ده لازم تاخد قيمة واحدة علشان تتاكتف علشان من خلالها بيتم عمل بيتم تفعيل خاصية الارسال. وده احنا عملنا بالفعل في السطر ده. يبقى اول ما فعل البداية دي خلاص انا بالناية التي اكس اللي موجودة في المايكرو كنترولر انا كده اكتفتها ابدأ ابعد بيانات من خلالها. بعد كده بعد ما انا اكتفت البداية الخاصة بالترانسمايتر انابل. بعمل ايه? بحدد الديتا اللي انا هبعتها. انا خلاص عملت سيت للقيمة ان انا هبعد تمانية بيت من البيانات. تمام? محتاج ان انا احط الحاجة اللي محتاج ان انا ابعتها عن طريق داخل الخاص تمام? علشان هو ده اللي هيتم عليه عملية الارسال. فالبوفر الخاص باليو ارت او الخاص باليو ارت هو او الخاص باليو ارت. تمام كده? طيب علشان اتعامل مع ده. علشان نتعامل مع الديتا ريجستر ده. البيانات طبعا اللي داخل البوفر بيتم ارسالها بيت باي بيت زي ما قلت لك بالتاية تالو الاخرى. تمام كده? فالبيانات بيتم خرجها من البوفر عن طريق شيفت ريجستر هو اللي بيقوم بالعملية دي هو اللي بيقوم بتنظيم ارسال البيانات. طبعا الشيفت ريجستر بيبقى مبرمج تلقائيا ان هو يخرج البيانات يعمل شيفت للديتا من البوفر على البتاية او على البنية الخاصة بالتي اكس. هعرف منين? انا هعرف منين? ان انا خلاص الشيفت ريجستر اشتغل علشان تخرج البيانات على الهاردوير بن او البنية الهاردوير. هلاقي ان انا عندي هنا حاجة اسمها تمام? ده عبارة عن خاص بالديتا ريجستر امتي. ده الفلاك ده بيترفع بواحد لما يبقى الديتا ريجستر فاضي. لما يبقى ما فيش في بيانات بيبقى قيمة ده بواحد. لما يبقى في بيانات بيبقى قيمة الفلاك ده بصفر. تمام? طيب تعال نشوف بقى الميكانزم اللي اللي من خلاله ببدأ او اكتف عملية الارسال من خلال اليو ارت. لو بصنا في ده هنلاقي ان هو عمل خاصة تمام? الفونكشن دي بتاخد بتاخد تمانية بت هي دي البيانات اللي انا هبعتها عن طريق بالناية خلاص? يبقى انا مجرد ما استدعي الفونكشن دي وابعت لها مجموعة البيانات اللي انا محتاج ان انا ابعتها عن طريق خلاص. هعمل ايه? اول ما ادخل جاء الفونكشن. هتلاقيني بعمل عملية باعمل عملية او عملية على فلاج معين. طول ما هي مش متحققة انا قاعد انا واقف هنا. لحد ما تتحقق هخرج من اعمل ايه? اكمل. طيب. الموضوع ده عبارة عن ايه? او بيتم ازاي? او خلال ده انا بعمل ايه? او بتشك على ايه? انا بتشك على الريجستر ده. الريجستر ده اللي هو كنترول انت استيتس ريجستر ان ايه? تمام? هتشك على ايه داخل الريجستر ده? هتشك على البتاية دي. اللي انا قلتلك عليها. اللي هو الديتا ريجستر امتي. من الاخر انا بتأكد من الخطوة دي ان زي ما هو مكتوب كده انا منتظر لحد ما البوفر او او يبقى فاضي. انا بانتظر لحد ما يبقى فاضي. ليه? ليه انا بعمل كده? لان ممكن اكون بابعت بيانات انا لسه ما خلصتش البوفر. ما خلصتش البيانات اللي في البوفر لانه بتعمل لها شيف تاوت من البوفر بتطلع بقى ورد تاني. هممكن اكون لسه ما خلصتش. فانا هنتظر لما خلص. يقوم الفلاك ده يترفع. تمام? اول ما الفلاك ده يترفع. يبقى البوفر فاضي ان انا اقدر اكتب فيه. تمام? فخلاص هخرج من هنا اول ما البوفر يبقى فاضي الفلاك ده هيترفع وبالتالي هخرج برا الوايل دي. اول ما اخرج برا الوايل ابدأ احط البيانات اللي انا باعتها للفونكشن داخل البيانات اللي انا عايز ابعتها على الترانسميت على التي اكس بين. تمام? احطها خلاص داخل الريجستر. حط البيانات اللي مبعوتالي. طيب اول ما احطها داخل الريجستر بطريقة طريقة طلقائية هيشتغل اول ما يلاقي فيه بيانات يبدأ يبعت البيانات اللي فيه يخرجها على البناية بتاعة التي اكس. يبقى دي الخطوات اللي انا المفروض اعملها علشان اعمل عملية ارسال من خلال خلاص